في الذكرى الثامنة والتسعين لثورة العشرين نظم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين حلقة نقاشية تناولت قراءة في مصادر ثورة العشرين بحضور الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة وعدد من الباحثين والمؤرخين والأكاديميين وشيوخ العشائر العراقية مرحبا بكم في هذه الندوة النقاشية التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بمناسبة ذكرى ثورة العشرين تحت عنوان قراءة في مصادر تاريخ ثورة العشرين الورقة البحثية للدكتور مثنى الضاري استعرضت أهم المصادر التاريخية لثورة العشرين والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والنفسية والخارجية لها ثورة العشرين المجهدة حظيت والحمد لله باهتمام كبير من الباحثين والدارسين والمؤلفين والمتابعين فيما يتعلق بالكتابة والتاريخ والتوثيق العلمي أما الحديث عنها في وسائل الإعلام الأخرى في الصحف السيارة والمجلات ووسائل الإعلام من قنوات فضائية وإذاعية والآن في وسائل التواصل الاجتماعي فكثير جدا وعلى الرغم من كل ذلك فما زالت هناك جوانب عديدة من هذه الثورة تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها كما استعرضت الحلقة النقاشية مسارات ثورة العشرين منذ بداياتها ومشاركة مدن العراق فيها من شماله وجنوبه وشرقه وغربه فهي ثورة لكل العراقيين بمختلف مسمياتهم وانتماءاتهم ثورة العشرين تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع المصادر لتسليط الأضواء على الثورة ولا سيما مقدمات الثورة مقدمات الثورة أكاد تكون أحيانا أهم من الثورة لنتعبر عن حالة عن فكر وهذا الفكر سيستمر والدليل أنه استمر حدثت ثورة واحد واربعين ضد الاحتلال البريطاني اعتمادا والذين شاركوا في الواحد واربعين أغلبهم كانوا مشاركا في العشرين بل إحدى الموسوعات تقول ثورة العشرين منتهت في عام 1920 بعد ثمانية أشهر من انطلاقها أو ستة أشهر وإنما امتدت حتى عام 22 لانتبعتها أحداث أخرى لم يصدر الاحتلال البريطاني إخمادا نهائيا إلا بعد سنة أو سنة نصف أو سنتين يذكروا أن المصادر البريطانية لثورة العشرين قد أغفلت جوانب كثيرة لها وذلك للتقليل من حجم الثورة وثقلها ما يتطلب السعي الحثيث لتوضيح الحقائق وكشف زيف الاحتلال سيما وأن الثورة قد اقتربت من مئويتها كأكبر ثورة عراقية عربية أصيلة